مكتوب عن يسوع أنه كان عالم بكل شيء عالم بكل الأحداث بتوقيت مجيءه من الجليل ليكون في الأسبوع الأخير في أسبوع الألام مبتدئاً من الدخول الظافر إلى أورشاليم عرف الناس وعرف القلوب كمان أيضاً لما دخل أورشاليم نظر إلى الهيكل وشاف كل الأمور وكان عنده بلان كان عنده مخطط أنه شو راح يعمل فعلاً تاني يوم رجع إلى منطقة الهيكل لأنه رأى الفساد رأى الشر ورأى الاستغلال الدين من طبقة المتدينين وبالتحديد من جماعة حنان الكاهن وقيافة الكاهن اللي كانوا بيستغلوا الناس فالمسيح طهر الهيكل عندما نقول تطهير الهيكل يعني كان في مساحة كبيرة للأمم الخائفين الله اللي أجوا حتى يعبدوا يهوى إله إسرائيل وفي منطقة مخصوصة للأمم في حاجز مكتوبة عليه ممنوع دخول الأمم فقط لليهود هذا كان شيء معروف لكن معظم الباعة والسيارفة والمشتريات كانت في هذه المنطقة فالمسيح كان عنده غير متقدة وغضب مقدس على هذا الموضوع صنع صوت وفعلا ابتدأ يطرد الباعة والسيارفة وهون منشوف أحباء الشيء مهم جدا منشوف أعدالته منشوف غيرته المتقدة منشوف سلطانه على الأحداث وبره أيضا المتقد طرد الباعة والسيارفة أيضا وقال هذه العبارة بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب وأنتم أنتم المفروض اللي تحافظوا على هذا البيت وأنتم جعلتموه مغارة لللصوص يا على الوصف الخطير جدا بيت الرب هيكل الرب مكان العبادة أصبح مكان الاستغلال وأصبح مغارة لصوص وهل توجد أشر من هذه العبارة أحبائي قال بيته لأنه هو رب رب الهيكل كما قيل عن يسوع المسيح المسيح الآتي بحسب نبوة ملاخي صحة ثلاثة يأتي السيد الرب إلى هيكله فجاء وطهر دار الأمم الأمم الذين يخافون الله الذين جاءوا لعبادة الله لكن كانوا يمنعوا بسبب التدين وقشور التدين والأعباء اللي حطوها عليهم في شيء بحب أضيفه في هذا الوقت يسوع لما كان رايح لأورشاليم شاف شجرة التين عليها ورق أخضر لكن بدون ثمر وقال يسوع لا يكون ثمر فيك إلى الأبد وفعلاً ابتدأت التينة تيبس بعد ما رجعوا من الهيكل تاني يوم شافوا أنه التينة يبست من الأصول من الجذور لدرجة بطرس استغرب وقال ليسوع التينة التي لعنتها والمسيح كان بهمه أنه البشر أو الناس اللي بيتبعوا الرب وبحبوا بالرب يظهروا الثمر يعني اسمعوا اصنعوا لكم أثماراً طليق بالتوبة حياة لا مجال للمؤمن بدون ثمر عليه علامة سؤال كبيرة فالمسيح شدد على موضوع الثمر وقال مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم فكان لعنة شجرة التين كأنه خلاص أي أمة لا تثمر رب حطها على جنب بده أمي تصنع أثمار هذا الدخول أحبائي هو اللي حرك القادة الدينيين أنه يقوموا بقرار بقتل يسوع المسيح ولم يكن يكونوا يعلمون أنهم يحققون النبوة ويحققون الغرض اللي جاء من أجل المسيح ليكون حمل الله بلا خطية يرفع خطية العالم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر